معنا من واشنطن الكاتب والبحث السياسي أريك هام مرحبا بك سيد أريك عبر سكاينيوز عربية إذن إسرائيل قررت الرد على إيران إنما بطريقة تقبلها واشنطن ما هي طبيعة الرد برأيكم التي قد تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وما هي السيناريوهات الأقرب إلى الواقع لا أعتقد أن أي راد إسرائيلي ضد العدوان الإيراني سيكون مقبول من الولايات المتحدة فقد استمعنا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان ضغط على التنياه رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن يتقبل ما حصل في نهاية الأسبوع أن هذا انتصارا علما أن الطائرات المسيرة لم تتسبب أي أضرار داخل الإسرائيلي فضلا عن ذلك الرئيس الأمريكي بايدن كان قد أوتح بشكل حاسم أن الولايات المتحدة لن تكون جزء من أي عملية مضادة ضد إيران وبالتالي نحن كنا نسمع من إدارة بايدن مرارا وتكرارا ومنذ أسبوع وأشهر أنها تريد تخفيض التصعيد في المنطقة وليس تأجيج المشكلة في المنطقة ولكن ما نراه في هذه الحالة هو أن بن يمين التنياه رئيس الوزراء الإسرائيلي يملك خطة أخرى وأفكار أخرى بشأن هذا الموضوع يجب أن لا ننسى أنه نرعف أن هناك الكثير من تركيز على النزاع بين إسرائيل وإيران إلى أننا يجب أن لا ننسى أن بن يمين التنياه كان قد أوتح أنه يريد المضي قدما بعملية عسكرية في منطقة رفح وهذه حركة الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى كانت قد حضرت منها وبالتالي ما نشده هو احتمال نقل إلى الشرق الأوسط إلى نزاع أكبر بكثير وهذا مكان لا تريد أتوجه إليه الولايات المتحدة فيما الولايات المتحدة تقف في المنتصف بين إطلاق النار من الترفين الذي سيكون ضرر للرئيس وأيضا ذات أضرار عسكرية وسياسية للرئيس لكن ألا تعتبرون سيد أريك أنه ربما إسرائيل تريد إلحاق الضرر بإيران عبر ربما الإذاء الأصول الإيرانية طلب من واشنطن فرض المزيد من العقوبات وتضييق الخناق على إيران ربما إعادة الملف النووي الإيراني إلى الواجهة كل ذلك هو تحت بقبضة الولايات المتحدة ألا يمكن أن ترضخ لهذه المطالب برأيكم واشنطن إن طلب نتنياهو ذلك من بايدن أو من إدارته أعتقد أنه في حد كان هناك ردا إسرائيليا على الهجوم الإيراني فيما دعت الولايات المتحدة الإستمراري بدعمها لإسرائيل لا نعرف ما هو دور الذي تؤديه واشنطن فكنا قد أوضحنا أننا لم نمضي قدما بالمشاركة بأي عملية تندد إيران نعرف أن إسرائيل كانت نجحة في ردع الهجوم ولكن فعلت ذلك من خلال دعم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن ونحن نعرف أن هذه الدول والشركاء لن تقبل بأي رد عسكري إسرائيلي وبالتالي ما نشهد في هذه الحالة هو أن الولايات المتحدة كانت قد أوضحت ما هو موقفها من الموضوع وبأنها تعتبر هذه القضية على أنها انتهت وهي تريد من إسرائيل أن تبتعد عن هذا العدوان المستمر في غزة وخلق مسار لإدخال المساعدات الإنسانية لتصل إلى هذه المنطقة وبالتالي ما نره اليوم هو كما ذكرت النزاع ليس فقط نتنياهو وإسرائيل بالإضافة إلى قادة آخرين في المنطقة ولكن نحن نرى أيضا تضرب بين الغرب وإسرائيل إسرائيل نعرف أنها تصبح منعزلة أكثر وأكثر مع كل يوم فنحن نعرف أن هناك أيضا حرب تجارية بين إسرائيل وتركيا حاليا وتركيا كانت قد رفضت توفير الحديد والوقود طائرات النفاثة لإسرائيل ونحن ندرك أيضا أن دول مثل البريطانيا وفرنسا كانت تدعو إسرائيل لتخلص التصعيد وما نره اليوم هو دولة ترى كيف أن أصدقائها وحلفائها يحاولون إيقاف اعتداءاتها وتغيير سياستها بايدن قبل الانتخابات أمامه انتخابات في نوفمبر المقبل سيد إيريك هل برأيكم زيادة العزلة السياسية لإيران قد تمنحه المزيد من الأصوات وقد ترجعه ربما إلى سدة رئاسة ثانية أعتقد أن ما نره اليوم هو أن الكثير من الناخبين في رؤية المتحدة غير متأثرين بطريقة تعامل إسرائيل مع الوضع في غزة بالإضافة إلى كيفية تعامل الرئيس بايدن مع الوضع في غزة وأنا لا أعتقد أن هناك الكثير من التخوف أو من الاستثمارات الكثيرة يملكها الشعب الأمريكي فيما يتعلق الأمر بإيران فيما أن الكثيرين يرون أن إيران تهديد وشيك ولكن يعتقدون أن مجرد جهة فاعلة سيئة وهي لا تعتقد أن إيران هي التي ستسبب في أي مشكلة أو أنها ستقود إلى نزاعة أقعلا بكثير مقارنة لما يحصل مع نتنياهو فيما يشكل مسبلة أكبر في المنطقة ونعرف أن الأراء تصبح مستقبل أكثر بشأنهم إذن الناخب الأمريكي قلق جدا بشأن ما هو الدور الذي سيؤديه نتنياهو وكم الرئيس بايدن سيتمكن من الاستثفافة بشكل وثيق مع إسرائيل فيما يحاول إيجاد طرق لرد على العدوان الإيراني الأخير خلال مراقبتكم لسياسة بايدن منذ بدء هجوم السابع من أكتوبر وطريقة تعاطي إسرائيل مع هذه الحرب وصولا إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل هل ترون أي تغيير في سياسة بايدن وإدارته لمراقبة الوضع الإسرائيلي ولمراقبة الوضع في الشرق الأوسط هذا سؤال جيد جدا شكرا على طرحكم نحن نعرف أن إدارة بايدن بكل صراحة تعتمد سياسات فيما يتعلق بإسرائيل وفيما يتعلق بدول أخرى في المنطقة التي تعتمد كثيرا على حالهم فنحن نعرف أن الولايات المتحدة كانت تناصر لحل دولتان فيما في الوقت عينها استمرت بتوفير المساعدة لإسرائيل ومذهب الأسلحة وكانت طائرات المقاتلة وغيرها ندرك أن أيضاً الولايات المتحدة كانت دفعة للحصول على مساعدات ثانية إضافية إلى المنطقة وبسعة الكثير من الأسلحة في الوقت عينها وبين أنها تعد دوراً مهمة في المفاوضات مع قطر ومصر وذلك لتخفيف من النزاع الحليف في المنطقة إلا أننا لا نرى أي مساءلة فعلية من قبل إدارة بايدن تجاه إسرائيل فيما يتستمر المعارك في المنطقة ومدره اليوم وهو محاولة تخفيف الدعم لإسرائيل ونحن نعرف أن حزمة المساعدات المهولة التي كانت تتضمن الموارد لإكرانيا وإسرائيل يبدو أنها ستنتقل إلى الكونغرس وتصل إلى مكتب الرئاسي وذلك الحصول على مساعدات إضافية والتي ستتضمن أيضاً مساعدات عسكرية لإسرائيل وذلك لتوفير المزيد من الدفع لها لكن هل يعني ذلك أن هذا الشاك على بيادة لنتنياهو؟ أنا أعتقد أن نتنياهو سيعتبر ذلك كذلك مع أن الإدارة بايدن تدعو لتخفيف تصعيد وليس لزيادة تصعيد في المنطقة شكراً لك من واشنطن الكاتب والبحث السياسي أريك هام